جزئية تانية بس هسألك فيها سألة سريعة تتوقع تصنيف الأهل في مونديال الأندية أول تاني تالي تالي ترابع أنا بسجل بس معاكم الفترة جدا لما يتم الإعلام واشوفوا جهات النظر ممكن تتطفق مع الرؤية واللي هيعلنه الفيفا نهاية الشهر ولا لا توقعي بقى تاني توقعك بقى تاني تاني أو تالي يعني أنا توقعي تاني بس خد بالك أنت نهما كانت في حيادية كاملة من اتحاد الدولة أو اللجان أنت بتروح لجزء بيرتبط بقرة أوروبا شيئا ما بينه في قرة أوروبا ومريكا الجنوية بتتجامل وده اللي أنت ريال مادريد بيروح 48 ساعة عشان ياخد بطولة ويمشي بالضبط ففيه انحياس شوية قرة أوروبا فممكن تتوقع أن أنت الطبيعي اللي أهلي بقى تاني الطبيعي لأن أنت هتقسم الطبيعي لكن أنت تعال بصيلها في ناحية أنه لو حصلت حاجة معانا الأندية اللي بتشارك من أوروبا ممكن الأهلي بقى تاني طيب لما الأهلي يلعب مطشوم 14 ديسمبر في ملعب 9 ساعة أربعة يلعب مع بتشوكا ولا أتلتكو من ييرو ولا بتفوجو في ريتم البرازيل ولا بتشوكا المكسيكا أنا أتمنى بتشوكا المكسيكا تتمنى أتمنى ليه لأن الكرة في البرازيل حتى لو الأندية أضعف حتى لو الأندية أضعف بس تحس فيه مريحة الكرة وإحنا بتشوكا المكسيكا عارفين وتاريخ بإنما بينه يعني اللي هو خلاص بأنت متعود زي بتصحى كل يوم الصبح يعني عشان بس فيه ناس بتزعى من الكلام ده زي بتصحى كل يوم الصبح بتلعب بتشوكا ده خلاص يعني فيه اسم أسمها بيتحافظ حتى الجنب بتاحها وحافظ اللعي وجوزء اللعبة بيتحافظه